اكد استاذ القانون العام المشاركة في جامعة البحرين الدكتور بدر عادل في لقاء سابق لبرنامج مجتمع واعي ان المرسوم بقانون رقم واحد وعشرين لسنة الفين وعشرين جاء خلال فترة اجازة برلمانية تتيح لجلالة الملك المفدى بحسب الدستور اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة بحسب ما تقوم بها اقتضي الحاجة المرسوم بقانون حقيقة جاء كاجراء ضروري وعاجل وحاجة ملحة وهي انقاذ الصناديق التقادي هذه الصناديق طبعا لم يأتي هذا المرسوم بهذا الاجراء العاجل الا بعد الدراسة المتأنية التي قام بها الخبير الاكتواري في هذا الامر الذي اوضح لنا ان هذه الصناديق ستنفذ ولا تستطيع ان تقوم بقدرتها على الوفاء بالتزامتها وهي الاستحقاقات التقاعدية للمشتركين في هذا الصندوق طبعا التقرير وضح لنا احنا ان هذه الصناديق اذا استمرت دون هذه الاجراءات العاجلة سيترتب عليه انه ستنفذ في القطاع العام في الفين واربعة وعشرين وايضا ستتنفذ في القطاع الخاص في الفين ثلاثة وثلاثين وهذه هي اشكالية حقيقية هذا اللي حدى بجلالة الملك الله يحفظه انه يقوم بعملية التدخل سريعا في ظل غياب السلطة التشريعية لان تعرفوا ان احنا اليوم في اجازة برلمانية واستند الى نص المادة الثمانية وثلاثين من الدستور البحريني التي اعطتها في حالة الاستعجال وفي حالة الضرورة ان يصدر مثل هذه المراسيم بقانون يعني النص المادة الثمانية وثلاثين وهي نصا دستوريا يتيح لجلالة الملك الله يحفظه اذا حدث بين ادوار الانعقاد يعني بين المجلس الشورى والنواب اي ضرورة عاجلة ما يجب ما يجب اتخاذ اجراءات ضرورية يجب اصدار بها يعني مرسوم بقانون على ان لا تخالف احكام الدستور طبعا الاصلاحات اللي حدثت هذه هي هي اربع اصلاحات من عشر من عشر توصيات جاء بها الخبير طبعا جلالة الملك الله يحفظه اتبع التقرير اللي موجود فيه يعني اللي ما جاء في هذا ولفق ان اكتفى باربع توصيات وهذه التوصيات العاجلة يعني يعني ما نندرد رح نقول ان هي توغل على السلطة التشريعية لان السلطة التشريعية عندما تعود سيتم عرض عليها خلال يعني هذا الشهر فهي اما ان توافق واما ان ترفض هذه التعديلات ليس لها الا هذه الخيارين في هذا الامر اما باقي الستة اكيد ستعرض على المجلس حين عودته ولكن للضرورة الملحة رأى جلالة الملك الله يحفظه انه هو يقوم باصدار فقط والالتزام باربع يعني اصلاحات واربع تعديلات جاءت فيه الخبير في هذا يعني الخبر فهو ليس هناك خشية من صدورها عن طريق مرسوم بقانون لان هذه السندا موجود في الدستور ويطبق فيه سواء في بين ادور الانعقاد او في حالة حتى لاقدر الله حل المجلس او بداية يعني المجلس وانتهاء مجلس يعني فصلين تشريعيين يجوز في هذا الامر اشتركوا في القناة